مثل ما قالتنا بدي أتكلم على تنظيم قطاع النفط في لبنان وتأثير هذا القطاع على الاقتصاد بيرونتو الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية وفي كافة مراحلها عامل جلب للاستثمارات الخارجية حكماً وأيضاً سبباً لتنمية الاقتصاد وتطوير الاستكشاف والتنقيب والاستخراج ومن ثم النقل فالمعالجة والتكرير والتسويق والتوزيع هي المراحل الأساسية بالصناعة البترولية ونعرف قد تأهلت لغاية الآن 46 شركة لتنفيذ المرحلة الأولى أي مرحلة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج نعرف أيضاً أن هذا القطاع تديره هيئة هيئة هي كناية عن مؤسسة عامة ذات طابع خاص تشرف وتراقب كافة الأنشطة البترولية وتم تقسيم المياه البحرية اللبنانية تم تقسيمها إلى عشر بلوكات تبلغ مساحتها ضعفي مساحة لبنان أي نحو 21.500 كم مربع وهذه البلوكات تبعد 3 أميال عن أشراط اللبناني ويمثل هذا البعد نوع من منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 1200 كم مربع البلوكات الثالث والخامس هما أكبر البلوكات مساحة تزيد على 2000 كم مربع لكل واحد منهما صار فيه دراسة تمت دراسة دراسة احتمال نجاح الابتشاف ومخاطره قبل رسم حدود هذه البلوكات العشرة وتحديد طبعا عددها وقد دلت وهي دي بعتقد تفصيل جوهري أساسي قد دلت مختلف المسوحات الجيوفيزيائية على وجود طبقات جيولوجية واضحة فيها فننتبه قد تشكل قد تشكل مكامل محتملة في قد وفي محتملة قد تشكل مكامل محتملة للغاز الطبيعي والنفط في المياه البحرية اللبنانية فإذا أول استنتاج نقدر نقول أنه ما في شيء أكيد فإذا ما كتير نتأمن ونعلم نفسنا أنه المليارات نطرتنا وإلى آخره ما في شيء نهائي ما في شيء أكيد بدأ عيد في وجود طبقات جيولوجية واضحة قد تشكل مكامل محتملة للغاز الطبيعي والنفط في المياه البحرية اللبنانية قانون النفط صدر بالألفين وعشرة مراسيمه التطبيقية السبع وعشرين صدرت بالألفين وثلطة عش القانون جيد اعتمد نظام تقاسم الإنتاج وهو نظام أنا لرأيي ممتاز لأنه لما الدولة تدخل بمسألة تقاسم الإنتاج هذا يعني أنه راح تتابع مصاراته منذ بداياته وحتى تحقيق الربح النهائي وهذه أفضل طريقة بالنسبة للدول بأن تتحقق من صحة ودقة الربح النهائي فإذا نظام تقاسم الإنتاج هو نظام مثالي الدولة كمان بهذا القانون تملك كافة مواردها الطبيعية لأنه بنظام الكونساشن الدول لا تملك المورد الطبيعي تتملكه الشركات بنظام الكونساشن أما بنظام تقاسم الإنتاج فتظل الملكية للدول وفي القانون تتحمل الشركات كل أكلاف الاستكشاف والمخاطر وتطور تجارياً أي اكتشاف وعنداء ذن يبدأ تقاسم الإنتاج والأرباع بين الدولة وبين الشركات فإذا الدولة لا تدفع شيء على إطلاق الشركة هي تأخذ على عتقد كل مصاريف الاستكشاف والاستخراج إلى آخره وعندما يبدأ الإنتاج تبدأ الدولة بالإفادة من نتيجة المالي الحصة الإجمالية للدولة تتكون من ثلاث أشياء أولاً ما يسمى ترجمتها شوية غريبة الإتاوة فعملت شوية لعرف الإتاوة شوية طلعت الإتاوة روايتي روايتي هي بحدود الأربعة أو خمسة بالمية هي روايتي ما معناها روايتي روايتي أن هذه الدولة تأخذ هذه النسبة الضئيلة من الإنتاج عندما يبدأ هذا الإنتاج من شاء الله تغذي صندوقها بسرعة مالياً يعني بسرعة أنا شخصياً ما كتير محمس لموضوع روايتي لأنه سنرى أن الدولة ستأخذ أشياء أهم بكتير من هالأربعة بالمية عندما تدخل في نظام تقاسم الإنتاج فإذاً في دول كتير بالعالم ما عندها روايتي يعني الدول التي تعتمد نظام تقاسم الإنتاج ما عندها هذه الروايتي الإتاوة بنا موجودة عندها ونحن نقدر كمان نتخلى عنها لأنه ربما ربما من بعد كل المصاريف التي تتكبدها الشركة من أجل الاستكشاف والاستخراج إلى آخرها نجي كمان نطلب بنا قبل ما تدخل هي أي فلس كمان نطلب بنا أن تدفع للدولة كمان حصة إضافية بأعتقد هذا بشكل نوع من ثقل مالي على كاهل تلك الشركات وربما يعني لم لا تقود متشجعة بأن فعلا تدخل بعملية التنزيم لذلك أنا برأيي هالرويتي هذه مش يعني نقدر نستغني عنها لكن موجودة بالأنون وهي مثل ما إلنا أربعة بالمئة فإذا إلنا هيدة بتأمن مداخيل سريعة للصندوق السيادة وعنده كلام آخر على الصندوق السيادة بواته بعد شواء الذي ستودع فيه عائدات النفط والغاز والحصة التانية للدولة هي كمان حصة نسبي جيدة أو فيه بترول الربح تصل إلى 50% بعد أن تكون الشركات قد حسمت من قيمة إنتاجها جملة نفقاتها إذن فيه شيء اسمه بترول الربح شو يعني بترول الربح يعني هالشركة تحسم كل نفقاتها ومصاريف الانتاج إلى آخره الشيء اللي بيبقى الدولة بتاخد منه 50% 50% لما أقول الإنتاج يعني 50% من قيمة هذا الانتاج وأخيرا كمان تستوفر الدولة نسبة نسبة الضريب المعروفة على الربح على الربح الشركات المساهمة في لبنان ويلي هي 15% فبعتقد أنه الحصة الإجمالية للدولة بتكون تفوق 60% من الكاشفلو المالي أو الأحرق نحن الكاشفلو المالي للشركات تعتمد القطاعات الاقتصادية في لبنان على الطاقة بشكل كبير على الطاقة التقليدية بشكل كبير ما يجعل الفاتورة المفطية مرتفعة جداً لكن الغاز اللبناني المحتمال سيكون مصدراً آمناً للطاقة كونه كونه أقل ضرراً بالبيئة وأدنى ثمناً من النفط ويساهم أيضاً في معالجة معضلة الكهرباء في لبنان وفي تحقيق مزيد من النمو الأقتصادي من احتمالات الاستخراج سوف تغطي الطلب الداخلي إذا اتبهت دايماً عم بحكي بالاحتمال لأنه ما في شيء أكيد أبداً احتمالات الاستخراج سوف تغطي الطلب الداخلي الإجمالي على الطاقة لسنوات طويلة وتصدر الفائض بواسطة خطوط أنابيب الغاز ومشاريع الغاز الطبيعي السائل لبنان مبتصر بخط الغاز العربي المنشأ لتزويد سوريا والأردن وأيضاً لبنان بالغاز ومن المحتمل استعماله لتزويد سوريا والأردن ومصر بهذا الغاز اللبناني ويقوم لبنان كمان بتزويد تركيا بالغاز عبر خط أنابيب بر أو بحري ما يمكنه من الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتزويد أيضاً بالغاز الطبيعي السائل فإذاً موضوع الغاز بلبنان هذا موضوع ممكن أن يكون له مردود كثير عالي لأنه عملية توزيعه تقريباً شبه مضمونة شبه مضمونة